أنت شخصياً مريت بتجربة في هذا الموضوع وكان فيها شيء من الخسارة لو تكلمنا عنها نعم في مجالات كثيرة ممكن يصير فيها عمليات النصب والاحتيال من أشهر هذه الأمور اللي هي أنه إحنا ما نقدر في المملكة العربية السعودية وفي بعض الدول أنه إحنا نشتري هذه العملات فبالتالي نحتاج إلى أشخاص أو يسمى داخل التطبيق بي تو بي أنه أنا أشتري منه يعني أحول له مبلغ مالي وبالتالي هو يعطيني USDT أو عملة رقمية فهذه ممكن تعرضك أنه إنت يعني يتم النصب عليك لأنه إنت ما تقدر تشتريها مباشرة فالحاصل دائماً أنه يجي شخص يطلب منك أنه إنت تحول له مبلغ معين مثلاً 500 ريال أو 1000 ريال عشان تدخل أو يكون تحصل على عملة داخل التطبيق فهذه مشكلة أنه في أشخاص ما يعرف أو خلينا نقول قل وعي يحول له المبلغ خارج التطبيق بعد ذلك الملصة ما تضمن لك أنه الشخص هذا يعني يحول لك هذه الفلوس إلى عملات رقمية هذه من ضمن الأشياء التي كثير تحصل مؤخرة طيب وتجربتك الشخصية كيف تصفها؟ نعم أنا تجربتي الشخصية للأمانة حتى يعني أكون منصف أنا طلعت أرباح جيدة وشاركتها عبر حساباتي ولكن كان في طريقة معينة يعني إحنا دائماً ما نقول أنه العملات الرقمية بشكل كامل غير صحيحة لأنه في ناس حققت أرقام جيدة ولكن يعني برضو في ناس تم النصب عليها بطريقة وأخرى فالشخص عشان يدخل عملات الرقمية لازم يفهمها بمفهوم أوسع يعرف أنه كل عملة رقمية فيه تحتها مشروع فيه لازم تعرف المشروع لازم تعرف الأشخاص القائمين على هذه العملة وبالتالي تبدأ تداول فيها بشكل بسيط وسهل نعم من وين يجي النصب؟ أعطنا الطرق علشان اللي جالس يسمعنا اليوم يعني يفهم ويعي الموضوع من وين يجي النصب فيها؟ أشهر أشهر عمليات النصب اللي تحصل فيها أنه يجي شخص يعرض لك مثلا عملة أو توصية لعملة معينة وهذه كثير تحصل مثل ما تفضل أخوي تركي قبل شوية أنه فيه قروبات مثلا موجودة على التليجرام أو موجودة في منصات التواصل الاجتماعي تخصصها أنها تقول لك العملة الفلانية سترتفع بعد زمن معين فالتوصيات هذه مشكلة ليش؟ لأنه أنا لو شخص ما أعلم ولا شيء في العملات الرقمية وشفت توصية لعملة معينة أعتقد مني اعتقاد داخلي أنه أنا لو دفعت مبلغ معين رح يضاعف خلال الساعات القادمة ولكن الطريقة الصحيحة أنه أنت تعرف أصلا إيش هذه العملة يعني مهما يكون الشخص اللي وصل لهذه العملة خبير أو صاحب تحليل أو يقرأ الشارت بشكل كويس ضروري جدا أنت فيه دور لك اللي هو أنه أنت تعرف إيش مشروع هذه العملة من الأشخاص القائمين عليها لأنه لو العملة ما لها مشروع أو ما فيه أشخاص قائمين عليها معروفين ومشهورين فيفترض أنه أنت رميت فلوسك أو سويت احتراق للمال لأنه ما فيه أي شيء يضمن لك أن هذه العملة ممكن ترتفع أو ممكن ترجع تنخفض فهذه من الأشياء اللي كثير يحصل فيها اللي هي مشكلة التوصيات يعني للأسف مجرد الشخص يدخل في العملات الرقمية لمدة شهر شهرين بعد ذلك اعتقاد الشخص أن هذه العملة بترتفع يقوم يرسل هذه التوصية ويعتقد أنه هذه طريقة صحية هو ممكن يورط ناس كثير في هذه التوصية